أكد جلالة الملك عبدالله الثاني أنه لا توجد دولة بعد فلسطين تدعم وتقف إلى جانب الشعب الفلسطيني أكثر من الأردن ولفت جلالته خلال لقائه رئيس مجلس النواب وعددا من رؤساء اللجان إلى جهود الأردن المستمرة بتزويد الأشقاء الفلسطينيين بما يحتاجونه على المستويين الطبي والإغاثي وتعزيز قدرات المستشفى الميدان الأردني في غزة ومستشفى المقاصد الخيرية في القدس وجميع المحطات العلاجية في الضفة الغربية بدوره أكد رئيس مجلس النواب عبد المنعم العودات أن هناك إجماعا عربيا ودوليا على الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمتحية في القدس وهو تأكيد على دور الأردن الفاعل بقيادة جلالته في حماية المقدسات وفي ذات السياق أكد وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفضي أن موضوع القدس والمقدسات الإسلامية والمسيحية هي أولوية قصوى بالنسبة للأردن وأن جلالة الملك هو الوصي على هذه المقدسات حيث يوظف كل إمكانيات الدولة من أجل حفاظ على الوضع التاريخ والقانون القائم في المدينة المقدسة والحفاظ أيضا على الهوية العربية الإسلامية والمسيحية فيها اشتركوا في القناة